زي ما بفهمش ازاي العالم مش قادر يستوعب ان في دولة قاعدة بتتفاوض على المية بتاعتها بقالها 11 سنة واخد بالك من كلمة بتتفاوض هاتلي دولة وحدة عملت كده وحدة مش هقولك اتنين وحدة مصرة على المصار السلمي والتفاوض ايجاد حلول عادلة بلد بقالها 11 سنة بتتفاوض على المية بتاعتها يعني انت متصور الى اي مدى بتتفاوض ازاي العالم مش قادر يستوعب عدالة هذه القضية بلد تعاني من فقر مائي تعاني من جفاف شديد في حجم مواردها المائية من الدول الاكثر جفافا والرئيس قال الكلام ده النهاردة وفي نفس الوقت شايف دولة شقيقة بتشتغل على منع المية يعني على قدم وساق واخد بالك كميات المية دي فائدة انت بتتكلم على دولة من اغنى دول العالم في المية طيب هل هم محتاجين يا سيدي خد كل احتياجاتك سواء اذا كم من المية او من توليد الطاقة وتاني الرئيس المصري كل كلامه على وضع حل عادل يرضي جميع الاطراف ما بيقولش ارضي طرف على حساب طرف ولا مصر والسودان على حساب اثيوبيا ولا مصر والسودان على حساب بقية دول حض النيل اطلاقا يعني شوف النهاردة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيأكد عليه بيأكد واحد على انه مصر من اكثر دول العالم جفافا في العالم بتعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري مواردنا المائية الاخرى ما هي مش بتكفي احتياجاتنا ومش هتكفي احتياجاتنا المستقبلية خلال كلمته امام الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه بيأكد فخامة الرئيس انه على ضوء هذه الندرة المائية الفريدة من نوعها فان موارد مصر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات السكان على الرغم من انه الدولة عاملة كل السياسات الممكنة لترشيد الاستهلاك يعني يشوف الرئيس قال ايه نصا ونرجع نكمل الكلام كان قدر مصر ان تقع في قلب تلك التحديات الثلاثة المتشابكة تحديات الامن المائي والغذائي وتغير المناخ فمصر من اكثر دول جفافة في العالم وتعتمد على نهر النيل بشكل شب العصري لمؤاردها المائية المتجددة والتي يزعب حوالي 80% منها الى قطاع الزراعة مصدر الرزق لأكثر من 60 مليون من البشر هم نصف سكان مصر وعلى ضوء هذه الندرة المائية الفريدة من نوعها فان موارد مصر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها بالرغم من اتباع سياسة لترشيد الاستهلاك من خلال اعادة الاستخدام المتكرر لمياه الري الزراعي على نحو كعلى معدل الكفاءة الكلية لاستخدامها في مصر واحدا من اعلى المعدلات في افريقيا وتؤدي تدعيات تغير المناخ لتفاقم اثار الندرة المائية على الرقعة الزراعية بمصر والتي تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ التي تحدث داخل حدودها وكذا في سائر حوض النيل لكون مصر دولة المصب الأدنى به وبناء على تلك المعطيات كان ضروريا ان تتبنى مصر مقاربة شاملة بغرض التعامل الناجح مع تحديات الامن المائي والغذائي وما يرتبط بذلك من تحديات مناخية باعتبار ذلك مسألة امن قومي لمصر طيب خد بالك في كلام فخامة الرئيس وهو بيتكلم على الندرة المائية خد بالك الرئيس قال برضو رقم مهم جدا قال 80% من مواردنا المائية موجهة لقطاع الزراعة ده معنا ان العشرين في المائة دي رايحة للاستهلاكات الإنسانية زائد الصناعة يعني لو انا بيجيلي الخمسين ولا الخمسة وخمسين مليار متر مكعب سنويا ده معناها ان انا فيه عندي تقريبا كل ما هو موجه لقطاع الصناعة والقطاع السكاني بقى احنا علشان نشرب يعني او نستحق يعني 11 مليار والسلام عليكم يكافوا مين بقى يكافوا 104 مليون مواطن فهمت احنا بنتكلم في ايه من انه احنا من اكثر خط الفقر المائي الف متر للفرد في السنة احنا عمليا تحت حجز الخمسمية للفرد في السنة يعني خط الفقر الف انت تحت النص انت متصور عشان كده بتكلمك بقولك ازاي العالم مش مستوعب عدلة هذه القضية او على الاقل ازاي في بعض الدول في العالم مش قادرة تستوعب عدلة قضيتنا حقيقي مش قادرة افهم ده وعدالة في اطار مصار تفاوضي مستمر دون انقطاع احنا طول الوقت وخطب شديد الوضوح يا جماعة مش عاوزين ضرر يقع على حد في نفس ذات الاطار الرئيس خده وقالك يا جماعة عندنا متغيرات مناخية يمر بيها الكوكب تؤدي الى المزيد من تفاقم هذه الازمة ترجمة نانسي قنقر